بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله السلام عليكم لبنات سلام حبيبات مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو الجديدة اللي ان شاء الله تلقاكم بخير تلقاكم امهنين في البداية حابتنشارك معكم هاد المنتج اللي هو عبارة على اكستنكتور ولطفيت الحارق شفو انا هنا اني علقتها في الكوزينا لتفادي اي حرائق لا سمح الله فاير ستوب هاوليك يعني راه منتوج يعني تعال خارج ضنكرة وتعال القرعة هادي خياتي تقدر يعني تقدرنا على اي حرائق ولا كوارث لا قدر الله تكون في الدار ولا في المكتب ولا في السيارة يعني منيح وين ما نكونو يكون معانا هاد الليكستنكتور هادا يا فاير ستوب كشته معايا يعني كي تكون هاقدا النار شعلت تم تمرة ورايح يطفيها ممكن رشو بيها كشته يعني يرش مساحة كبيرة على ضربة وفي نفس الوقت يرش بقوة يعني النار رح يقضي عليها في دقائق للناس اللي تروح المخيامات الناس اللي تدير يعني تتخيم هاقدا في البحر في الصيف الناس اللي تدير بيكنيك باقبيكيو برا وكامل في الغابات وقعمليح يكون معانا هاقدا باش نتفادوا الحرائق انا خياتي بالنسبة للسعر دياله دير 190 الف ولهم كيما قلت لكم يديرو التوصل لكامل ولايات الواطن نوك بنسبة للسعر دياله يعني 190 الف يقضينا على اي كارثة تكون هاقدا في السيارة في مكتب في خيمة في شاحنة في باخرة يعني واحد اللي بخدوي ان شاء الله يكون متوفر في كل دار هاقدا باش نتفادوا اي حرائق لسماح الله راح نخليلكم خياتي لليانت على باج بي شوب باج فيسبوك في صندوق الوصف هاقدا اذا كنتوا حابين تشوفوا تاني اللي بخدوي اللي عندهم ان شاء الله خياتي تكونوا استفدتوا معايا من خلال هاد المنتج اللي شاركتوا معاكم اللي راني شوف فيه انا ضروري يكون قعدنا ونكسبه ودوكا راح نبدأ ونشوفوا معا بعد لاغوتين اديانا هنا اني نشارك معاكم في البداية مع الصبح كامل وجبة الغاداء ديالي اللي كنت سبقت فيها لاني اللوبيا كنت شمختها ضنك على بالي وشاحن طيب نطي دي غاكتو ماليها نحيت لولي دي اسامة لاباق ديالولي انو ما يحبش المرقز وشبقالي فلا كوكوت رميت هادوك الحبات تاع المرقز لي كنت قليتهم هاقدا باش يتلقوا البنادية لهم رميت معاو محباتا على الحار وخليتهم يتكتكو لحوالي خمس دقايق قيص برك ما هادوك المرقز يتلقى البنادية لهم بعد نطفيق عليهم وكين قولوا لوبيان قولوا عدس يعني حاجاتا على المراقي مليح هاقدا نرافقوها معاك سرافطير خلطها هاقدا تعسان كسان كبارك داخل البيت خان دلت لهم زوج خبزات انا خبزتهم غطيتهم خليتهم يرتاحوا كي قريبي ولو ولادي من المسيد لاني رايحة منطيبها مقبل ما نديرهم راني نستعمل لبنات هاد لي لانجات تاستيك انتي ديكولوغاسيون واحد دا لي لانجات بزاف هايلين رح يعاونونا باش الملابس دياونا يبقاوا محافظين على الالوان ديالهم يعاونونا تاني باش الحوايج دياونا يعني مايحولوش يبقاوا محافظين على لي كولور ديالهم هنا هاد العلبة هادي خياتي تاستيك فيها عشرين تاعلانجات وشاك لانجات نقدرون نقسموها على اثنين دونك رح يشدونا حتى ربعين لافاش كيمارا كتفوه هنا معايا نسبقوهم هما اللولين مقبل ما نديرو الحوايج نحطو قطعة كيماشتو معايا دونك ما نستعملوهاش كامل نقطعوها بالمقص نحطو قطعة ومبعد نحطو الحوايج ادياونا دوكا بفضل هاد لي لانجات هادوما وليت نقدر نخلط انا الحوايج لكلاغ مع الفونسي ما نخافش كامل يعني حاجة تحول على حاجة لانو هادوك اللي لانجات هادو هوا الدور اديا لهم بعد ما احطيت الحوايج درت ساء الملابس استعملت توبسيل هادو اللي راهو بالالعفاند درت بوشون منو لانو راهو كونسنتخي ويخرج ما شاء الله ما نكتروش بزاف يعني بوشون يكفي حتى ويدا كانوا الحوايج مسخن بزاف ودائما ندير لا سوبريسان تعيط على لايف لما نستغناش عليه حتى هو البنات هادو راهو جد مركز نديرو غير قطيرة يعني كمية غير صغيرة وصدقوني راكوا رايحين تستمتعوا بوحد الريحة في الحوايج ديالكم يعني ماشي برك الريحة الريحة والنعومة تاني دلت لهم بروغرام تاعم ميكست كي ما قلتكم باسكو اليوم اني مخلطة قاعد الحوايج ما نخافش وخليت يعني الاحويجات راهم ما يتغسلوا ان شاء الله خيتي تستمتعوا بري بخدوة توبسيل وتاع لايف وان شاء الله تلقاهم في سوبيغات وتجربوهم خاصة هاد لا سوبيسان هادايا لانه ريحتهم ما شاء الله وطوبسيل تاني خيتي راه اقتصادي كي ماشتوا معايا بوشون واحد يعني يغسل لك الحوايجات ما شاء الله دلت الحوايجات الكبار هادوما كي ماشتوا معايا دلتهم داخل لماشين وهكذا كيكونوا عندي تقشرات ولا طريشنات هكذا يا نغسلهم في هاد لماشين الصغيرة هادي كي ما كنت شوفوا فيها لي وش نقولكم يعني والله غير فرحت بزاف اللي راهي عندي هنا شوفوا دلت فيها شوية ما سخون دلت شوية كريستو تعستيك على بلكم الكريستو يقضينا على السبك يقضينا على الطاشات صفورة يعني يخرج ما شاء الله لحوايج هادو كتراشنك يكونوا فيهم الاوسخ ويكون فيهم ليدم دلتهم هنا داخل هاد لماشين الصغيرة هادية دلت لها البروغرام تحا حوالي دي مينوت وشوفوا يعني غير حطيتهم الداخل بدأوا يعني يتلقوا في هاداك ليدم والاوسخ ما بدأ دي كلاماشين ديالي راهي تغسل هنا أكملت شغلي في الكوزينا أكوت عارفوا الكوزينا يعني فيها بزاف بزاف شغل وقد ما نخدمو يعني ما يخلص شغل فيها طياب السبك اللي ما عن اليوم شوفوا معايا خملت شوية الفريجيدر يعني الخضرة كانت خلاصت لي ومقبل ما يجي الموسيوي يجي بها قلت نخمل يعني هادوك القجور ونخمل يعني وش بقى لي الخضرة وندير لهم رغيوة كانوا شوية مسخن هنا كنت شللتهم ودرت لهم رغيوة درت شوية من لايف وشوية من لوت جافل هاكدا باش ننعقمهم مليح مليح وشللتهم هاكدا باش غير يجي الموسيوي يجيب لي هادوك الخضرة يعني نلقى الماكن كيفاش يعني نستفع ونخبي الخضرة ديالي فلاب خوب خوتي بعد ما درت لهم رغيوة شللتهم مليح مليح خليتهم يقطروا هادوك الوقت تاني رحت يعني كم يقولوا جوزت شوية على التلاجة هنا شوفوا تحت سيخته هنا وينكاين اللي تغوغ مع الخضرة وكامل يعني تكثر بزاف الاوسخ درت تاني رغيوة درت شوية من لايف اللي فيه البيكاربونات اللي حيقضيلي على كامل البيكتيريا اللي تكون متواجدة داخل التلاجة هنا رغيوة غير خفيفة كي مشتوا معايا ومبعد امسحت هاكدا نشفت كامل الحالة بلو شيفون اندي يالي اللي كنت في كل مرة انشلوا ونعصروا مليح مليح حتى نحي كامل هاديك الرغوة هادلي شيفون هايلي اللي بنتعتوا بسين يشربوا الماء ما شاء الله وميخليش هادك الريش ولا حاجة يعني يشرب بيان بيان السوائل هنا نشفتو مليح مليح عاود ترجعت لي تغواغ اديالي او معمطان عاود ترجعت يعني وش كان عندي شوية خضرة الفريجي داراهو يصفر لوتان كي ما قوت لكم لمسيو يجي بلي كامل يعني القضيان ونعاود انستفو وانا بنسبة الخضر كي مشتوا معايا حب نديرهم هاكدا في اكياس بلاستيكية شفافة بيش كل حاجة يعني تكون باينة كملتم الفريجي دار هنا كانوا جازو حوالي عشر دقائق دربطل على هادوك الطريشنات لقيتهم شفتو قول ما كيفاش راهو هنا فرقت لاماشين اديالي وشللتهم درت لهم تشليلة هاكدا يعني عند العين محبيش صراحة انشللهم الداخل هاكدا بيش تمتم يعني اللي كيدي هادوك الطريشنات لانو هادلا ماشين خياتي راهي اتشلل هنا وشنو باش نفحفحهم مليح مليح عودلت لهم رغيوة هاكدا برك تاع سامينو تبرك بتوبسيل بسائل تاع الملابس هاكدا باش يتفحفحوا بيان وتاني باش يكون عندهم ريحة بزاف مليحة بعد ما خليتهم يدوروا حوالي خمس دقائق عودت رميت كامل هادا كل ما وشللتهم هاكدا غير بليد برك يعني تاع السنكسنك وعصرتهم هنا داخل العصارة هادي باش يعني ينشفوا لي تمتم كيما كتشوفوا معايا هادلا ماشين صغيرة راهي تعزوك كيلو مئ محاين ها كبار هادي ملاماشين يعني مليحة بزاف هاكدا لعفاي صغار ملابس داخليات قشرة طرشنات طابليات الاخوات اللي عندهم لي بيبي اللي روهم يربوا ويقدروا يعني يكسبوها ويخلوها غير للقشة البيبي هاكدا باش ما يخلطوش داخل العصارة الكبيرة وحاجة المليحة فيها خياتي شوفوا هنا بعد ما كملت كامل انا يا نشفتها بيا يعني بيا سوغزة نشلوها مليح نشفتها بيا ورجعتها المكان ها يعني صراحة تنوين من خبيوها ما تديش مكان هاد العصارة خياتي راهي من عند لاباش فيسبوك انستاغرام شيف كويزين ديزد العصارة يعني كيما اقول لكم بنات اللي في الجامعة مش يبرك بنات سببا يعني بنات ولا دوكر يغسلوا فيها هاكدا حويجاتهم راح تعاونهم الناس اللي مثلا تنقلوا تقدروا تدوها معاكم يعني ما تديش بزاف بلاسا ورا هي يعني ترفض زوج كيلو دونك ترفض كمية لبس بيها مقارنة بالحجم اديالها هاي الكخياتي ليزاكسي سواغ اديالها فيها هادا كلوتويو هادا كلوتويو نستعمله كي نحبو نشلو فيها وكي نحبو نعصره كي ماشتوني انا درتها تخرج الماف داخل ليفي لي ما عنداش ليفيو تدير بيدون ولا وتحط هادا كلوتويو هنايا في هاد الماكان هنا اللي راني نغلق انا كي ماشتو يجي تم هادا كلوتويو وفيها اين بخيز باش نشعلو ونطفو وهايلك يعني عندها اليدا ديالها لأكل اختحها بزاف شابا نبرونشيو هاكدا الابخيز وهدي هي السليلة اللي نعصره تجي هاكدا خيتي بهذا الشكل نركبوها يعني تركب بكل سهولة حتى تولي انك شغل اسليلة باش نعصره فيها يعني وش غصلنا لحويجات ولا كي ما قلت لكم عفايز هاكدا اللي يكونوا اصغار شوية وبالنسبة للسعر ديالها ديالت مليون ومئتين وخمسين الاف والتوصيل راه مجاني راح نخلي لكم هنا اخيتي رقم الهاتف اذا كنتوا حابين تطلبوها راح يجيبوها لكم حتى باب المنزل وين ما كنتوا يعني راح يجيبوها لكم ودفع راح يكون عندها الاستيلة هاي ليك عندها لغطيوة ديالها هاكدا باش يعني كنكونوا نغسلوا اي حاجة هدا كلمة ما وش رايح يطرش منا ومنا بنسبة لي كولور شوفوا معايا فيها تخوا كولور كين هاد الوفير اللي راح عندي كين الموف وكين لغوز هنا باش نشعلوها نعبزو حوالي زوج ثواني حتى تشعل وباش نخيرو البرنامج عدنا من تقيقة الى خمسة تقايق الى عشر تقايق في كل مرة نعبزو هاكدا بسرعة حتى تخيرنا البرنامج ولا المدة اللي رانا حبي يعني نغسلوها بها وشابة يعني غير تلات برونشي ولا هالا بريز راح يشعل فيها اللاد هنا فعل على برا وعل داخل تاني وان شاء الله اللي حبت هاكدا هاد الاماشين شاء الله تقدر تكسبها بالصحة اولى هنا هنا خيتي شوفوا تاني الاماشين هادي الكبيرة كانت تكملتلي هنا شوفوا هادي كلان جات كيفاش ولاد حالتها بعد ما كانت بيضة تشعل احنا وريلكم كيفاش كانت جديدة وكيفاش يعني بعد ما نغسلو الحويجات دي اونا انا هنا يعني ما عنديش حاجة لي تحل بزفو هاكدا يعني تغير اللون ديالها علو غلاك تكون عندكم حاجة لي تحل راح يعني اللون ديالها يتبدل كومبلات ما اه نشرت الحويجات ديالي كملت شغلي دوك هنا قريب يجو ولادي اه طيبة الكسرة كسرة فطير هايلك هنا راني حلتها بالحلال نديرو فيها ثوقوب هاكدا بالفرشيطة اه كيمو قدكم انا دلتها في البيت خان تعتمتم يعني ما كيلت موالو والاخوات اللي حبوا الوصفة تاعي تاع كسرة فطير اكتبوا دائما في ليغوشيخش في اليوتيوب كسرة فطير كوزين ساميرا ديزاد وراح تخرج لكم الفيديو كسرة فطير جي هايلا وآه تاني جيب بنينا اه جي كيل قاطو خياتي جربوها ومشالله ماكوش راحين تندمو وعشاق الكسرة نقولكم شاهدكم في الجنة اخواتي شوفوا كيفاش طابت حمي مراطب ما شاء الله مع اني يعني ما خليتها ترتاح بزاف وهايليك ليم دلتها شوية رقيقة لانو ناحين نرافقوها كيما قلت لكم هاكدا معا حاجة اللي تكون تعمل قاوقة انا من دلها شخشينك كي تكون هاكدا معا ليسوب وهايليك اللوبيا تاني طابت تاني تشاهي نقولكم شاهدكم فلج النادلت لها شوية حشيش من الفق نقدر نزلها تانية رشات على الكمون والكسرة تانية خرجت ما شاء الله وضوكا خياتي نروح نشارك معاكم الوصفة اللي هي دايرة حالة وليتحصلت على الملايين من المشاهدة فطيرة التفاح رح نديروها بشكل جديد وبطريقة جديدة تانية يلاها معا بعض نشوفوا الوصفة بالنسبة للمقادير خياتي نحاول نعطيكم مقادير بالملعقة ومقادير بالميزان يعني مقادير حتكون مضبوطة نبدأ وعلى بركتي الله هنا في غيسيبيون نحطو 250 جرام فارينة بالكس عدنا زوج كيسان فارينة نغرب لول فارينة دينا هنا حين نزيدو عليهم هنا عدنا 90 جرام تاعة لاماقاغين اللي تكون بردة شوية وتكون شدة روحة 90 جرام لبنات تقريبا زوج مغرف كبار مع مرين تاعة لاماقاغين هنا الزبدة كيما قلت لكم أخواتي راهي بردة دونك نقطعوها إلى قطع هكذا بالموس أنا رايحين نزيدو عليها هنا يا مغرفة صغيرة تاعة لفاني وعدنا تاني رشة تاعة الملح هنا شوفو نبسو الفارينة دينا هاكذا غير بالأصابع حتى انتحصلوا على هاداك الخليط الرملي بهذا الشكل هادا كيما راكوا تشوفو معايا هنا منا عجنوش موالو كيشغول كيما قدكم منفتتو هادي كلاماقاغين داخل الفارينة هنا في الوصفة دينا نحتاجو زوجة حبة بيض اللي يكونوا في درجة حرارة الغرفة نفصلو الصفار على البيض وهنا ردوا بالكم لازم منخلوش صفار يطحنا داخل البيض لانه مبعدانا حين طلعوه اوناج نخلوه تكوتي هنا هاداك صفار البيض اللي هما زوج صفار نزيدو عليهم ربعين قرام تاعة السكر شوفو بالملعاقة آنيكية تلكم تقريبا زوج مغارف ونص كبار تاعة السكر نخلطوهم هاكذا شوية ونزيدوهم على الخليط طولة المزيج الرملي اللي اتحصلنا عليه هنا يا أخيتي تاني بلاس باتشول شوفو كيفاش نخلطو بهادا الطريقة تاني غير بلاس باتشول منعجنو ما ندلكو موالو هنا مهم جدا نبقاو محافظين على هاداك القوام الرملي تاعة الخليط أديانا هاي لك يعني وصفة بزاف سهلة ومتتعبش كامل هنا في الآخر كامل نزيدو عليها مغرفة صغيرة ما تكونش معمرة تاعة خاميرة الحلويات من الاحسن هادك الخاميرة نغربلوها باش نتفادو اي حبيبات نخلطو مليح نجيبو هنا يا أمول ليكون القطر أديالو بين 18 إلى 20 سنتيمتر من الاحسن يكون أمول ديمونتاب لهكدا تاعة تشيز كايك نفرشو له بابي كويسون ومبعد ناخدو كمية من الخليط أديانا يعني هاد الخليط هادا اللي تحصلنا عليه نقسموها على تنين نخلو الجزء الكبير هو لنديروه هناك قاعدة وجزء يكون أقل شوية منو نحتفظو به فيما بعد شوفو هنا يا نوزعو مليح الخليط أديانا وندخلو هاداك اليومول الفريجيدر هاداك الوقت نحن نوجدوه هنا لافخص لافخص فيها التفاح بالنسبة للتفاح نحتاجو حوالي ثلاثة حبات يكونوا كبار تاعة تفاح ولا بالميزة نعدنا خمسمائة قرام حطيت عليهم أيضا ربعين قرام تاعة سكر كيما اشتو معايا ربعين قرام تاعة سكر تعادي لزوج مغارف ونصف كبار تاعة سكر نزيدو عليهم حوالي خمسة مغارف كبار تاعة سير الليمون ونقليو هاداك تفاح كي ماشتو معايا حتى يعني شغل يتكرمل شوية نحاولو نخليوه محافظ على هاداك الشكل أديالو دو كانو حنو وجدو تاني اللي كملو اللافاقس اديالنا هنه حطيت فلويا هاداك زوج باياض بيض اللي حطيت لي نحيناهم ولا اللي حتافضنا بيهم نزيدو لهم رشاة تاعة ملح ونزيدو عليهم ونحن رانا نخلطو بالباتوخ ربعين قرام تاعة سكر نعاود نذكرككم ربعين قرام سكر هي زوج مغارف ونصف كبار تاعة سكر نزيدو هاداك السكر شوية بشوية على دو فوعات ونحن رانا نضربو بالباتوخ حتى نحصلو على هاداك الشكل تاعة لو باك دوازو لشكل منقر العصفور هنا نزيدو 30 قرام تاعة مي زينا نغرب لها 30 قرام تاني تقريبا زوج مغارف كبار ونزيدو عليهم تاني عدنا حوالي 400 قرام تاعة ياوغت طبيعي تقريبا هاكدك 4 علب تاعة ياوغت وهنا نكملو نخلطو بالباتوخ ولكن على سرعة منخافضة سرعة راقم واحد هاكده باش الخاليط ديالنا يبقى محافظ على هاداك القاوم الثلجي ديالو هنا يا بعد ما وجدنا كلش خرشت لومول ديالي من الفرجيدر حطيت هاداك الطابقات تاعتفح اللي كما كتو فيه يبقى محافظة على الشكل ديالو لازم يبقى هاكده قطع تكون بينه ونبعدا نفرغو فوقو الخاليط هاداك اللي تحصلنا عليه اللي عندو قاوم ثلجي نفرغو هاكده كامل الكمية نحاولو نوزعوها كامل مليح هاكده ونبعد نزيدو نجيبو باقي الخاليط الرملي هاداك اللي خليناه في اللول اللي كيما قطلكم لازم يكون في الكمية ديالو اقل شوية من الكمية اللي درناها في القاعدة نغطيو مليح كامل هاديك الكريمة وندخلو لومول ديالنا للفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لحوالي هاكدك 30 دقيقة نص ساعة يعني حتشوفو الكريمة هاديك تماسكت وراح تشوفو يعني اللي يقعتو ديالنا خدا هاد اللون الدهابي من الفوق هنايا نخرجو شوفو تحسو بلي هاديك الكريمة شغل جي مفخفخة نخلوها تبرد مليح مليح باش نقسمو هاد الحلواء ديالنا مقبل ما نديموليوها نجوزو قبل موس هاكده على الحاوف باش يعني نتأكدو انو مراهيش حاصلة وشوفو مليح كما قطلكم نديروها في هاداك المول تاعة تشيز كيك باش نقدرو نديموليوها بكل سهولة تقدرو هاكده يا تديرو لها رشة تاع سكر ناعم انا فضلت نخليها كيما راهي وهو لك الشكل اديالها هنا مبقى لي بارك نقسمها لكم باش تشوفوها كيفاش تجي وحد الفطيرة تعتفح باش حل من تبقى الداخل يعني كتجربوها اكو رحين تستمتعوا بها مع افراد العائلة ديالكم ولا هاكده مع اصدقائكم حاجة جديدة حاجة مختلفة ان شاء الله تجربوها وتفرحوا بها افراد العائلة اديالكم تجيك شغول عندها الفخص هاديك تعتفح ليح يعطيها بنا بزاف هايلة ومبعد هاديك الكريمة تجيك شغول لكم انموس والقرمشات تاع هاديك لابات اللي درناها من الفوق تجيك شغول كيمال كرامبل يعني حاجة بزاف بنينا وهاد الفطيرة هادي تقدم باردة مع العصائر ان شاء الله تجربوها اخواتي في اقرب وقت وما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على انستغرام كانت هادي هي الفيديو نهار اليوم ان شاء الله حبيباتي تكونوا استمتعتوا معايا وتكونوا استفدتوا ايضا معايا ما بقى لي برك مبقيكم على اخير قلكم تهلا في صحتكم تهلا في روحتيكم قلكم احبكم في الله في امان الله